اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليه انت تبقى نايم الديون شغال عليه هذا الذي يبتسم في واتشك لما الشيك يرتجع والمرة التانية والثالثة كيف ابتسامته العسل ابتسامته شكلاه ايه ابتسامته في مغفر الشرطة صح ولا لا لماذا من الذي اقدمك على هذا الا هواك الا انك تريد ان تعيش اكبر من طاقتك يا اخي سبحان الله ارضى بما قسم الله لك قال يعني يقال في قصص بني اسرائيل ابليس جاء لأيوب قال لي يا ايوب لو كنت نبيا الله حقا يعني كنت تدعو الله ان يخفف عنك قال يا لعين انا في نعمة لو علمتها انت لحسدتني انا عليها نعمة ايه عام ترنتاشر سنة وانت مقعد وانت لا تتحرك وانت عندك شل الرباعي والناس طردوا زوجتك من العمل في بيوتهم قشت ان يكون تحمل عدوى منك سبحان الله حتى باعت ضفيرة شعرها عشان تجيب له اكل وطعام سبحان الله ورفضوا ان تعمل عندهم قال لي ربي يا ايوبا يا ايوب ارضى بما قسمت لك فرضيته بما قسمت قسم لي يا ربي فصرته اغنى الناس عنده الرضا الرضا بما قسمت الرضا بمواضع القدر الرضا بمواضع القدر فانت يكون عندك هم هذا الهم واما بدخل منك او باختبار من الله فيك الناس ينزلوا عليه كده من الفضائيات كده سبحان الله يعني يدخلوك في قناة الهم سبحان الله ولذلك الله يرضى عنك وصية اب لما تلاقي نباح على فضائية يشتب اناسا او قوما او مذهبا او دولة او 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 يا اخي ثم اذانك عن الكلام القبيح ما فيش داعي تفتح الا انا عايز اعرف الناس كما قلت لك من قبل لو قلت لك ان ولدنا فلان هذا فيه من الصفات الخيرة ما شاء الله خلوق وكريم ومؤدب ومحفظ على الصلاة ومزكي وبر بابه وامه وامطيع لزوجته وحسن الاخلق مع جاره تبدأ انت في الملل من بعض الصفة السابعة الحسنة متى تستيقظ ولكن هو بصراحة فيه عبين ايوه العبين دول دعا نكمل لك عليهم يا حبيب لا اله الا ده دليل على ايه ان القلب مريض تعرفين من قلبك مريض انك تحب ان تسمع عن الناس الشر ما الذي يجعلك تحب فلانا وتكره فلانا القواسم المشتركة اللي بينك وبين فلان لو اعدتها الى المنبع وجدنا قواسم مشتركة بالله عليكم شانا كلنا صلينا الى قبلة واحدة وسمعنا اذانا واحدا ونقرأ كتابا واحدا والله في نسخة واحدة سبحان الله طيب لماذا هذا الصراع الموجود سواء في البيوت او في المجتمعات رغم ان القواسم بيننا مشترك ياخذ افكاره والملكات كل واحد يفكر برحته يعني الله يرضى عن خالد ابن الوليد رأى الضبة امام رسول الله والرسول لا يمد يده الى الضب قال حرام يا رسول الله شوف ادب الرسول قال كلا يا خالد ولكن لا اجده في قومي فتجدني اعافه يعني انا مش بتعود عليه يعني اخوانا مثلا في بلاد معينة يحبوا الاكل الحريف اللي هو عبارة عن نار الله اللي قدى في الارض ويقولها عادي وكانوا بيأكل حلوة يا اخي لا تعب عليه هو معدته كده بس يا الله لا تعودت على هذا لا تعب هذه ملكة يحب ان يلبس الابيض يحب ان يلبس البني يحب ان يلبس الاسود يا اخي يلبس ما هيشها تمام يحب ان يعمل بيته بالطريقة الفلانية بالطريقة العلانية يبقى اذا اترك الناس على ملكاتهم وتعالى الى القواسم المشتركة هدول بس يا سيدنا الشيخ انا وزوجتي ما بناش قواسم ابدا طيب هي تعبد الله ولا تعبد حد غير الله حياله جميع تحب رسول الله ام تبغض رسول الله الله اكبر عليها ما شاء الله تصلي الى القبلة ام تصلي الى المسجد الاقصى تصلي بانها قبلة والله هي من صلاة ذات القبلة تصلي في المحراب صح؟ بالمحراب اللي انت بتصلي فيه تمام؟ جميل متفقين ان احنا عايزين العيال ليطلعوا بنا بررة وليطلعهم متمردين متى نختلف بقى متى نختلف اما يقول لك انا بقول لك ايه انا مش عايز البنت دي تطلع زي ستها هو قدرز ستها دي مين؟ ام ام انا مش عايز البنتك كده بدأت تشتب كده بدأت تتجيل لا دبك صح ولا لا تبتل يقول لك لا ام لانا ما استنيها لما تبقى زي امك ما هيك ما يعني ما لا يسبن احد ابويه قال يا رسول الله او يلعن احد منا ابويه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه صح والله قال يقول له ابوك يقول له ابوك امك فانت بتستعدي سبحان الله العظيم الناس عليه فاذا في قواسم مشترك ولا تدخل في الملكات المختلفة ولا تدخل انفك في اسرار اصهارك ولا هي تدخل نفسها في اسرار اصهارك اذا خبرتها في شيء كان بها لكن ما فيش داعي للفضول ما فيش داعي للتدخل تروح تزور اخوك وتبتدي تسأل وتبتدي تعمل والتفاصيل وتفاصيل التفاصيل يا اخي انت سبحان الله يعني انتو فاكرين مرة زمان جاءني رجل اول مطرعة الفضائيات كان بدأ يدو رخص وسماح بانشاء فضائيات تمام فجاءني احدهم قال يا فضلت الشيخ انا الحمد لله رب العالمين هاخذ رخصة فضائية من الفضائيات خير وبرك ماذا ابث فيها والله هاقول لك حاجة بسيطة اجعل نفسك جالسا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم البرنامج ها اللي الرسول يفضل يشوفه من الاول للاخر بثه والبرنامج اللي تلاقي الرسول مشي فيه منه ها لا تبثه قال والله ولا نشرة الاخبار مش نشرة الاخبار تأتي الفقرة الرياضية القبز بالزامة تقفز وانت تتابع سبحان الله هي لبسة يعني نقاط لا اله الا الله الاختراق الضاحية اختراق الحواجز لغاية ما كل الحواجز رحت فسبحان الله لا اله الا انت سبحان يا رجل يا مؤمن قلت لك عن الغرب عنده سياسة النفس الطويل جدا وانت عندك مفيش نفس مش نفس قصير مفيش نفس انت عايز ابنك الان يصبح الصوف عمر بن عبد العزيز ازاي يعني بقى امرت ايه عايز بنتك دي يبقى يكون اسماء بنتك اخ ازاي عايزة ما تشهوده عايزة تعب عايزة سبحان الله هم ما عندهمش كده قالوا ازاي البنات تاخد الاعدادية دي كان زمان اربع سنوات اولي ابتدائي اربع اعداد ثمان سنوات والبنت توعد في البيت تمانية وستة اربعة عشر البنت كانت توصل لخمستاشر ستاشر تكون عانس الان ستة وتلاتين عبر ما تكون نفسها وهو ستة واربعين لغاية ما ان شاء الله يكون جهز جهز حاله غاية ما يشوفه هو ذكر ولا رجل يعني سبحان الله اتغلطنا ولا المهم يعني سبحان الله فالمهم فعملوا المدرسة السنية المهم باجاز قلت لك ان المديرة البريطانية تقول لاولياء الامور احنا بس عايزين الجلباب بتاع البنت اللي هو وزير مدرسة يعني اللي ابنك بيقول عليه ايه اليونيفورم يعني خلاص يعني يعني الله يرحم سيده كان بمشور الجموس ده كان المهم يونيفورم فاليونيفورم ده كان لما تطلع السلم عشان طويل يدوس على رجل انقلبه على السلم ده تلوه ممكن بس خمسة سنتيمتر الجبل بتاع الشماء البنات والله ده امرأة صالحة بريطانية بس ايه هي مربية واستاذ سبحان الله في الستينات في الستينات هو جلها في الف داخل مية تسعة وستين خلي باكم التاريخ الف داخل مية تسعة وستين indeer عايزين лиقصر الباب كم سنتيمتر خمسة سنتيمتر الف تسعمية تسعة وستين اذكر انا معيش في الف تسعمية وستين سبحان الله ايام الله في الجامع وكده سبحان الله يعني بعد كم سنة مئة عام من 1869 ل 1969 كان الفستان كله خمسة سنتيمتر هو خد الخمسة سنتيمتر دي من ايه من طول النفس من طول النفس سبحان الله يعني ده إلهي ده يعني فضل طويل النفس وبعدين خده منين هذا كلام شيطان الإنس تعلم من شيطان الجن شيطان الجن لا يمل انت اللي بتمل شيطان الجن بيشتغل ضدك كم ساعة في اليوم 24 ساعة والله ما كتب عليه النوم قال له يا امام يا شعبي قال له نعم قال له هل ينام ابليس قال له اسكت لو نام لا استرحنا ما بينامش من الذين صاح على طول واشتغل ومخلص في عمله سبحان الله فالرأي التجرع على الامام الشعبي عايز يسأله قال له وله زوجة قال له نعم له زوجة قال له ما اسمها قال له والله زواجه لم احضر انت مالك بزوجة اسمها اي اسم يا سيدو خلاص ابليس من الزوج ابليسة خلاص انت زعلان يعني ابليسة يعني سبحان الله شيطان من شطنة بعدة سبحان الله فانا اريد ان اقول ان انت عندك هم كيف تتعامل معه اول شيء العالم الجليل لما دخل المسجد ولقى واحد مهموم زي حضرتك كده بلاش زي زي ناس تانين عايشين في قارة تانية خلاص قال مالك فمن شدة الهموم لم يرد على الشيخ من شدة قال له اسألك سؤالا هل يجري شيء في هذا الكون على غير مراد الله قال له لا لا استغفر الله قال له هل يأتيك ملك الموم ونقصت درهم من رزقك او لحظة عمرك قال لا قال اذا فعلام الهم انت عزين ليه هو مقدر لك هذا مقدر الله طب ما واحد يسأل سؤال يقول لك هو شمعن انا من ضمن العيلة كلها او الاسرة كلها والعشيرة والقبيلة كلها الهموم نزل على دماغي طيب هو سيدنا يوسف ما الجرم الذي ارتكبه حتى يرى ما رأى في بلد عربي شقيق قرية من القرى الشيخ تأخر لحصلت يعني فاتقدم الامام او مش امام يعني بديل الامام الامام ما جاءت فصلى فمن الاخباطة بتاعته ورهبة القبلة وكده فقرأ سورة يوسف يخطئ يردوه هو حافظ باشا الله لا يخطئ يردوه واحد على الفطرة قال له يا شيخ بالله عليك انت عملت في يوسف اللي ما عملوه اخواته فيه سبحانه فيه يا الخير اتقل الله شوية سبحانه الله ريم اللغبطة يعمل القرآن غالب وليس مغلوب لوحد يغلط سبحانه الله لوحد يعني واذا اخطأ الامام في القراءة وصحح نفسه او صححه تتحت ذنوبه كما تحت ورق الشجر لانه بيشعر بذل لله سبحانه وتعالى ان القرآن له سلطانه القرآن له سلطانه لا اله الا الله فالانسان سبحانه الله فانت عندك هم جميل هذا الهم لا تقل ابدا ليه لا ومش له بالعكس مرحبا بشعار الصالحين انما قال يعقوب ملخصا القضية انما اشكو بثي وحزني الى الله والرسول لما لدي الصحابي يقعد وحزين في المس هم وديون لزمتني يا رسول الله قال له الا ادلك عن شيء ان قلته ازال الله همك وغمك وقضى دينك قال بلى يا رسول طبعا قال ايه قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غالبة الدي وقهر الجه يقول الصحابي فما ان قلتها الا ان ازال الله همي وقضى ديني يبقى اذا الكلام لما يقضوه بيقين يقول لك ايه قبل كثير من الناس شيخ شيخ سمعتك مرة تقول الواحد لو قال الدعاء ده قلته ميت مرة وما حصلش ترد عني تقول له ايه يعني هل تكذب رسول الله حشاه رسول الله يا اخي تكذب الرسول يقول قل يزول يزول خلاص يبقل بس انت لم تقل بصدق فالكذا رجاء ابن حيوة رجاء ابن حيوة ياخد الاعطاء من بيت المال ستين دينار هو رجاء عنده كان بيت كده ده خمسة ده سبعة ده عشر ده يخلص السبتين ابن اخوه راقبه قال الله هو عامد عجيب يعني من اين بينفق قال يا عماه من اين تنفق قال يا ابن اخي عودت ربي عادة وعودني ربي عادة عودته ان اوزعها على الفقراء والمحتاجين واعود لالقاها تحت وسادتي مضعيتش فابن اخوه عمل ايه عنطر عنطرة يعني بس عنطر ما اسلمش يعني عنطرة شجعية فرح موزعا ايه لعطاء بيت المال ورجع البيه شير الوسادة فيش حال شير البتاع التانية بص تحت السرير ولا اندو اخوانا يقولوا التخت المهم يعني فقلب الغرفة ولا يعني المخابرة العامة ما بيجيش بأم ما فيها شي فرح لعمه يقول له انت ورطني توريطا مع دبك ربي يا عما صنعت ما صنعت ولكني لم اجد ما تجد قال يا ولدي صنعتها انا اصنعها بيقين وانت تصنعها بتجربة انت بتجرب مع الله الله لا يجرب معه لما الرسول يقول لك قل اللهم اني قل بس ربنا سبحانه تعالى هو عليه ان شوف الابتلاء ينزل وبرد اليقين يهبط فيرفعك الى رؤية حكمة الله جل وعلا في قضائه وقدره حكمة الله ليه لان فصرنا من قبل اذا رزقت الفهم في المنع هذا المنع عين العطاء سيدنا يعقوب وانه لذو علم اللي ما علمنا حرم من احتضان يوسف عاش يوسف خمسة وعشرين او تلاتين سنة بعيدا عن بيه ليعده رب العبادة عز وجل يدير الازمة الاقتصادية اذا المسألة اريد ان اقول لك ان المؤمن الصادق متوكر الله عنده يقين فان اصابك الهم عندئذ ارجع الى رب العبادة عز وجل فالابتلاء نوعان ابتلاء لك دخلهم فيه انك لم تربي الولد تربيه فاضح لم تطعمه حلاك لم تتق الله ظلمت الناس فاذا الولد خلاص سبحان الله طرع من نفس القضية طيب ابتلاء لا دخل لك انت به واحد كده سبحان الله جاء الابتلاء من حيث يعني سبحان الله لا يدري ولا احتسب ابتلاء مفاجئ مرض مفاجئ هم مفاجئ غم مفاجئ والمصائب كثيرة اولا احبائي الدنيا ليست دار تكريم لا الدنيا دار ابتلاء يعني اختبار يعني ولا يسعد في الدنيا الا لقع ابن لقع يعني لقيم ابن لقيم تافه ابن تافه هذا الذي يسعد في الدنيا لكن لكن المؤمن سبحان الله المؤمن دائما يشعر ان الدنيا يريد ان الله سبحانه وتعالى يرفع درجات كيف الهم رفع درجات الله وانت في بطن امك يعلم ان ايمانياتك سوف تصل عند الموت مثلا الى درجة خمسة وسبعين مثلا اعمالك الى ان تموت لا تصبك الا الى ستين خلاص اذا فيه كم درجة فرق خمستاشر درجة يأتي الابتلاء بهذه الخمسة عشر ليرفعك الله الى ما يريد هي كده الانسان يوم القيامة تجد حسنات انت ما عملتهاش تقول الله الملاكة ستكون اخطأت من اين هذه هذه غيبة الذين اغتابوا وظلم الذين ظلموا وحقوق اخذت منك يعني في ناس ظلمتك في الدنيا فرب العباد سبحانه وتعالى يعني الله اكبر يعني لا تضع الامير الذي قال للسماك الصياد البسيط هاتي هذه السمكة قال له والله انا ابيعها لك يعني انفق على فجرها منه سحبه سحب السمكة من الصياد الفخير عنوة فشوكة دخلت في اصبع الامير بالليل بدأ الاصبع ايه يعني الم شديد جابوا اطباء المملكة قال لا لا هذه يعني زي تسمم غرغرينة لابد ان يقطع على هذا الاصبع يا الله قطعوا تاني يوم الاصبع التاني تاني يوم التالت فرأى في الرؤية من يقول وعزة الله وجلاله لنقطعنا جسدك هكذا اربا اربا بدعوة المظلوم هذا الا ان تسترضيه طب بالله عليك انت تسترضي الناس ازاي كيف يعني شوف بالله عليك الا تخاف ان تكون انت شعرا انك مظلوم في بيتك طب الا تخاف ان تكون ظالما ها لما ارادوا ان يقتلوا شابا ايام الحجاج فتقف امه وتبكي قال اهكذا يا بني قالت اهكذا يا بني تقتل مظلوما قال يا امه اتحبين ان اقتل ظالما لا اقتل مظلوم احصل صح ولا لا طبعا انت عايزة ايه عايزة اقتل ظالم لا اقتل مظلوم فسبحان الله فالانسان قد تكون انت ظالم في صورة مظلوم الامر الثالث ان الهم اذا جاء من نعمة الله انه يريد ان يسمع صوتك رب العباد عايز ايه عايز تعود اليه وتقوم الليل شوف كثير من البخلاء لا يخرجون اموالهم فرب العباد يدخلهم في اختبار ابنه الوحيد يمرض مرض خطير يفشل فينذر نذرا يقول انا لو الولد ربنا شفاها او اتخربت او البنت ربنا سطرها وتزوجت سبحان الله اخرج الف لله سبحانه ان النذر ما فرضه الله على احد لكن يستخرج من البخيل ما لا يخرجه الا ساعة الازمات لما لما يشعر ان مالوش اللقيد يقول لا طبعا اتصدق يمكن سبحان الله اعمل الحكاية دي لعله وعسى سبحانه ضايا العظيم فالانسان المؤمن الصادق يعني يعني الله يرضى عن ابراهيم من قاتب كان لص بيوت لص بيوت وطارع كده سبحان الله بيتسلق بيت صاحب البيت بالليل بيقوم الليل ويقرأ ويقرأ قول الله عز وجل الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزر من الحق كأن الاية اول الم يأني للذين ان تخشع قال لقد انا يا رب قد انا يا رب خلاص خلاص اللحظة فحدث ان توقف عن الشر وبدأ يدخل في ايه طيب ثم صار معلما من المعالم وصار قضية الفران اللي في المسجد النبوي في القصة التي تحفظونها عنه اذا المسألة سبحان الله قد يأتيك رب العباد كما قال ابن عطاء يعني ربما فتح عليك باب العمل صلوا صموا تذكروا تحجوا واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول